خيرسون المدينة الاوكرانية الجنوبية تتصدر مشهد الحرب في هذه الاثناء على ضوء تحشيد عسكري كبير للقوات الروسية والاوكرانية واستترقب لمعركة قاسية ورئيسية وفق التصريحات الصادرة عن مسؤولين اوكرانيين في الايام الاخيرة الترقب للمعركة هو سيد الموقف خاصة بعد اعلان السلطات الموالية لروسيا في شبه جزيرة القرم عن اكتمال عملية تنظيم اجلاء سكان منطقة خيرسون الاستراتيجية الى ما وصفتها موسكو مناطق آمنة تحت سيطرتها في مقابل تشكيك كييف بالدوافع الروسية من وراء الخطوة التي وصفها الرئيس الاوكراني فلادومير زينينسكي بالمصرحية لاعتبارها عملية تهجير لفرض وقائع ديمغرافية جديدة واقترن الاعلان الروسي باكتمال نقل سكان خيرسون بتأكيدات من وزارة الدفاع الاوكرانية لان القوات الروسية ارسلت مزيدا من التعزيزات العسكرية الى المدينة وهو ما طرح علامات استفهام حول دلالات هذه التطورات في الساعات الاخيرة وما اذا كانت ايذانا بقرب ساعة الصفر للمعركة الفاصلة كما تريدها موسكو وكييف المدينة التي تنتظر شبح المعركة هي ليست بمنأة عن مواجهات عسكرية متفرقة في هذه الاثناء فقد سجلت الساعات الاخيرة تبادلا لنيران الصواريخ وقذائف الهاون والمدفعية وهي طقوس يومية في المدينة الساحلية منذ الشهر الماضي وخيرسون واحدة من مقاطعات اعلنت روسيا ضمها الشهر الماضي تسيطر المنطقة على كل من الطريق البري الوحيد الى شبه جزيرة القرن الذي استولت عليه روسيا في العام 2014 اضافة الى مصب نهر دينيبرو الذي يقسم اوكرانيا وهي مزايا تعزز الاهمية الجيوسياسية للمدينة التي تواجه شبح معركة وشيكا اشتركوا في القناة